قالت السيدة انتصار السيسي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنها تبعت بكل فخر واعتزاز فعلية النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم وأضافت أننا في احتياج إلى حوار صريح ومباشر حول مستقبل العالم فيما بعد الجائحة وخطر تغيرات المناخية وقد وفر المنتدى بأفكار شبابه فرصة لهذا بشهادة الجميع ووجهت السيدة انتصار السيسي تحية للمشاركين في المنتدى حيث أعربت عن استمتاعها بالحوارات والنقاشات التارية مع قادة المستقبل كما هنأت منظم المنتدى على النجاح الفائق في اختيار محاور المنتدى وجلساته مع التنظيم الرائع والحفاظ على الإجراءات الاحترازية معربة عن تطلعها للنسخة الخامسة مختتمة كلامها بقولها دائما وأبدا تحية مصر بعزيمة شبابها ترجمة نانسي قنقر